روسيا بطلت هي الحليفة بطلت صار في تشكيك صار في نوع من أنه مش مرحب فيها بمناطق محددة مثل ما شفنا بالقصير لا 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 توجد لدي معلومات حول الموضوع هناك يبدو في بعض الأماكن انتشار كان مطلوب لشرطة فأيضا أنه لا أظن أنه هناك الدور الروسي ممكن يكون أساسي في هاي البلد فيه السلطات الرسمية فهناك الجيش فهناك الشرطة والآخرين اليوم لكان من بعد نسحبوا القويت الروسية من منطقة القصير فيه كمان اليوم قصة الحدود اللبنانية السورية هل هناك فيه توجه لدى الروس لتأمين مثل هذه الحماية الحماية لشو؟ للحدود أو فيه من خلال دعم الجيش اللبناني لتأمين هذه الحدود مرة أخرى أنه هناك القدرات القدرات الروسية بدرجة أولى هي منذ الأول وحتى الآن هاي القدرات الجوية هناك برياً أنا ما شايفة أنه هناك نلعب دور أساسي هناك كل واحد عنده دور وتوزيع الأدوار وتعاون على هذه الأساس يعني حضرتك بهالنقطة بالذات ما بتحس أنه اليوم الحكي عن منطقة الحدود اللبنانية مع سوريا بتنفصل شي عما يجي فيه الجنوب السوري عبتفصلهم أو فيك تربطهم يعني اليوم في عندك عاملين حكا بمنطقة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وصولاً إلى مزارع شبعة في رابط بين كل هال أنا أنا شايفة أنه الآن صح أنه الخبراء في السياسة يحاولون دائماً وهي توجه طبيعي لإيجاد الربط ما بين كل العناصر الفصي فصا ليعملوا صورة عامة متكاملة بس أنا ما شايفة مثلاً مثلاً مثل هذا الربط وترسيم الحدود هذا شيء والجهود لإعادة سيادة سوريا في كل ربوعها بمساعدة خلافة شيء آخر نعم طب اليوم لكن سعادة السوري سعادة السفير الروسي الأمين العام لحزب الله قال أنه ما بيطلعوا من سوريا إلا بيطالب من القيادة السورية مزبوط اليوم الرئيس السوري بشار الأسد هو أنتم متيقنين أنه سيبقى في السلطة هو اليوم هو للروس أم لإيران من يلبي يعني مثلاً بقوله مصالح مين اليوم نحن نحن منذ الأول كنا نريد القضاء على الإرهاب في سوريا فلذلك نحن كنا نتعاون مع محور المقاومة في سوريا الآن سابق لأوانه نقول أنه انتهى هذه المشكلة ولكن هناك الإنجازات ونحن إن شاء الله سوف نستكمل هذه المهمة هذا أولاً شيء الثاني خلال الفترة صار في هناك الخطر للوجود الأمريكي بعدة أنواع أنهم متعونين مع الفصائل الإرهابية أولاً شيء الثاني يريدون استخدام الاستفزازات للضربات حول السلاح الكيميائي للضربات وشاء الثالث المحاولات قد يكون للك نهج الاستراتيجي لتقسيم سوريا بالتعاون مع بين الأمريكان والأكراد والناس المحليين فلذلك أن هذا التواجد خطير جداً ويجب أن نتحدث عن ضرورة انسحاب الأمريكيين بدرجة أولى وليس عن التغيير شيئاً ما في تعاون متى سياحين القول لحزب الله بضرورة الانسحاب يعني عبد حط الأولوي لانسحاب الأمريكيين ثم الإيرانيين وحزب الله أنا أنا أعتقد أنه سابق لأوانه أن نتحدث هولا هاي الموضوع بصورة عملية لأنه هذا يعني مساعدة للقوى التي تريد خلق المشاكل بين روسيا ومحور المقاومة أما نحن يجب أن نستمر في تعاون الميداني وشيء الثاني هناك مسار أستان مسار جنيف ولكن تعاون الميداني هذا شيء أساسي وحتى اليوم فلذلك يجب أن نستمر بنفس التلاح فلذلك الحديث حول هاي الموضوع سابق لأوانه كأنه هذا يطلبون من روسيا أن الشيء مشجع لهذا الانسحاب ولكن أنا ما شعف الأسباب لهذا الانسحاب هذا على الافتراض يكون التراجع في مكافة الإرهاب لماذا الشيء الثاني نعود إلى أنه السلطات السورية سوف تتخذ القرارات في مجال التعاون مع الأطراف الخارجية بما في ذلك مع الإيرانيين والمقاومة هل إدرى اليوم روسيا تمسك العصى بالوسط بين إسرائيل وإيران أخفقت في الفترة الأخيرة في إنساك هذا العصى خاصة مع الغارات يلي شفنا استهدفت المواقع الإيرانية وما كان فيها أي رد هناك هناك موضوع المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة هذا الموضوع موجود منذ سنوات وليس وليس جديد الآن في سوريا هناك عدد كبير من المشاكل فهناك أولويات لإيجاد الحلول ونحن تحدثنا عن هذه الأولويات نحن نريد أن نستبعد الحرب الكبيرة ما بين إسرائيل من جانب وسوريا ومحور المقاومة من جانب الآخر هذا هو هل روسيا تأمن هذا الوضع يعني ما يكون في حرب كبيرة حرب إقليمية نحن نريد أن يكون تأمين هذا الموضوع من قبل جميع الأطراف المشاركة وخاصة ذات نفوذ الكبير أو معانيين مباشرة ونحن الشعيفين أنه حتى الآن لا يوجد هذا التوجه نحو تصعيد حتى حتى الحرب هذا غير موجود ساعة السفير الروسي أليكساندر زازبكين في ملف النازحين السوريين هناك دور على روسيا أن تلعبه بداية كيف يمكن إيجاد حل شفنا على الساحة اللبنانية اليوم عنا عدة نقاط سيخنة بشأن النازحين السوريين كان في عنا محطات سيجالية بالأحرم المادة 49 التوطنية كان في عنا مبارح الخلاف بين المفوضية اللاجئين ووزارة الخارجية وكمان مسألة التجنيس يلي إلى روابط مع النازحين السوريين مع السوريين بحذاتهم القريبين من النظام اليوم أي دور للروسي هذا مرتبط بتطورات الأوضاع في سوريا هل هناك يزداد عدد مناطق الآمن والظروف مناسبة والآخرية لماذا لماذا لا تدعو لبنان إلى المشارك بمؤتمر الأستاني لإدخال ملف النازحين في مسار جزء من الحل السياسي بصراحة بصراحة ما عندي معلومة أكيدة حول هذا الموضوع منذ الفترة كانت هذه الفكرة لترتيب المشاركة الأطراف فيها النازحين التركية واللبنان والأردن لمناقشة خصوص هذا الموضوع هذه الفكرة كانت ولكن بعضين أنا ما عندي معلومة ميني اعترد ولكن المهم هاي الأفعال أنا أعتقد أنه حسب تطور الأملية التطبيع وليس الموضوع التصوية السياسية النهائية بل يفتح الفرص النظام السوري ولا مرة بادر إلى دعوة النازحين السوريين إلى العودة إلى سوريا هناك المرار وتكرار نحن سمعنا التصريحات ساعة ساعة السفير الأنون رقم عشرة يلي صدر بسوريا ويمهل بمهلة شهر وبعد لها ما تمدد إلى مدة سنة ما تحتساؤلات هناك ربما سؤل فهم من بعض الأطراف هذا القانون هذا القانون قد يكون مطلوب المناقشة بتفاصيل دقيقة لهذا القانون لأنه هناك الأرى أنه هذا القانون بالعكس يساعد العودة النازحين لأنه في كل الأحوال يجب ترتيب الأمور على أساس أنه هناك فيه الدمار وفيه هناك الشلل في الوسائق فلذلك لابد من التنظيم الأحوال للناس السوريين فهذا القانون هو يخدم هذا الهدف شيء الثاني أنه إذا كان هناك الأسئلة الملموسة فيجب مناقشاتها ومش غير ممنوع هذا المناقشات مثلا عبر الأمم المتحدة وأنا أتذكر منذ عدة أيام تم العنايكات لمجموعة في جينيف مجموعة الإنسانية الفريق المسعدة الإنسانية فتم البحث لهذا القانون وكانت هناك الأسئلة من قبل الأمم المتحدة وأسئلة ملموسة وممكن التعاون على هذا الأساس مع سلطات سورية ومع سلطات لبنانية كما أنه المهم الاتصال المباشر بين السلطات في البلدين لترتيب هذا الأمر والضمان الأساسي هي تأتي من السلطات وليس من طرف آخر فيجب العمل مع المجموعات كبيرة للنزحين لشرح لهم بأوطر عامة الظروف القائمة الآن في مناطق سورية لكي يكون هناك اتخاذ القرارات حول العوضة بمساعدة السلطات اللبنانية وبعضين السلطات السورية سعاد السفير كان عندك هذه الجمعة الماضية زيارة لرئيس الكتائب سامي الجميل كان في حديث كمان عن هذا الوضع وعن الملف النزحين السوريين كان سبق وهو طلب منك طلب من روسيا وساطة لإعادة النازحين مضبوط وهناك في نقاط المشتركة عديدة والمهم والأهم أنه يجب على الجميع بالعمل حول هذا الموضوع بالجدية وفعلا بهدف التأمين العوضة للنزحين خلق الظروف المناسبة لذلك وعدم استخدام هذا للأهداف السياسية أنا أكدت أن روسيا تعتبر هذه المسألة مسألة إنسانية ومحاولات استخدامها للأهداف السياسية مثلا لإتهام مرة أخرى النظام بشار الأسد في الأشياء هذا نعتقد أنه عمل غير مضبوط ولا يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف عندك مخاوف يكون المجتمع الدولي اليوم بهدف توطين السوريين في لبنان عندما نحن نتحدث خول المجتمع الدولي فيجب برأي ندقق هذا الأمر هل هذا يتوقف بالمفوضية مثلا أو هذا يتعلق بالجمعية العمل الأمم المتحدة أو بسكرترية الأمم المتحدة وإلى آخرية لأنه المجتمع الدولي عنده آليات لاتخاذ القرارات فلذلك يجب أن نستبعد مواقف غير متوازنة من قبل أي آلية في إطار الأمم المتحدة حول الموضوع عندما نحن تحدثنا حول هذه مسألة في جنيف مثل ما قلت عن هذا الفريق وكان هناك الموقف الخبراء الأمم المتحدة ما أقول لأنهم طرحوا هذه الأسئلة شيء الثاني لتوضيح الأمور شيء الثاني كيف بعضين تصرف لأنه إذا كان التواصل مع السلطات في السورية واللبنان والتركية والأردن هذا الشيء إذا كان هناك الحديث مع الشخص مع اللاجئ مع النازح فأنا ما حضرت هاي المقابلات ولكن على الإفتراض أن يكون هناك المجريات الحديث ممكن يكون مختلفة ممكن يكون موضوعية أو ممكن يكون غير موضوعية ساعة السفير اليوم بالنتائج التي نرى لبنان انتقل إلى مرحلة سياسية جديدة اليوم من بعد انتخابات برلومانية صارت اليوم نشكل حكومي هل اليوم تعتبر أنه لبنان توازن السياسي في بعد محافظ على ستاتيكم حدد أو تحس أنه فعلا في النفوذ لإيران ولحزب الله خاصة اليوم في البرلومان وفي الحكومة مع طلب حزب الله بالانخراط في داخل هذه الحكومة أنا ما شايف على أي أساس هذا الحديث عن زيادة نفوذ إيران أو حزب الله وهذا الجانب هناك مثلا نحن شايفين الاتصالات الوثيقة مع السعودية وهناك زيارات وهناك اتصالات دائمة مع بين السياسيين اللبنانيين ومع المملكة العربية السعودية فهذا الشيء الشيء الثاني رق أظن أنه مسألة ليست هنا أنه المسألة هل هناك إجمالا أجوال إقليمية تساعد أو تعرق تشكيل الحكومة أعتقد أنه قد يكون هناك تأثير ولكن ليس بحجم يمنع تشكيل الحكومة أو يؤجل كثيرا هناك العوامل الداخلية اللبنانية هي تتغلب والأهداف الاقتصادية هذا شيء اللي توحد الأهزاب الأساسية وليس موضوع فقط الأمن والاستقرار بمعنى استاتيكو بل لتوطيد لأنه إذا كان هناك الجمود الاقتصادي فبصير طبعا يزوب فلذلك معني جدا شيء الثاني أنه التطورات الإقليمية بمفترك الطرق وما فيش هناك حتما أنه السيناريو معين تحقق لا أنه نحن في طريق وعبر الصراعات فلبنان إذا كان يريد أن يبقى مستقرا لمصلحته في هذه الأجواء الإقليمية فيجب التشكيل الحكومة سريعا أي حكومة أي حكومة اليوم بتشوفها بلبنان هي لازم تقدر تدير هذا البلد خاصة في الجو الأقلين السافين الطرح منذ الأول وموضوع تقريبا استمرار للحكومة اللي كانت قبل الانتخابات بمعنى أنه مصالحة وطنية أو وغضة وطنية هذا المصطلح مش مهم لكن بمشاركة الأخزاب أوصى ما يمكن من أخزاب في هذه الحكومة هذا هو المبدأ الأساسي حتى ببرنامج هذه الحكومة العتيدة شو بد يكون فيها تعديل يعني اليوم كنا بالحكومة السابقة كان عدة مشاكل بالنسبة لبرنامج هذه الحكومة في هذه الحكومة اليوم ستكون زياد في العقد يعني خاصة أنه حزب الله لن يقبل بأي برنامج لحكومة لا تلائم مصالحه أنه بالنسبة لخزب الله فأنا شايف خلال السنوات الأخيرة كان هناك التركيز أو أولوية لما يحدث في المنطقة داخليا الأمن والاستقرار الآن شايفين أنه كما أنا أفهم أنه اهتمام أكتر لمواضية مثل الفساد ومثل مع تأمين النمو الاقتصادي هذا هو هل هيدا بيبرر أنه بيستعد للعودة من سوريا وتأسيس أرضية له في الداخل اللبناني بيقوة أكتر والله أنتم والله ما بعرف هناك من ناحية أنه في أصوات أنه يجيب انسحاب وفي أصوات في نفس الوقت أنه خطيرة لانسحاب خلي يتطور هذا الموضوع أولا كما قلت سوريا نحن نعتمد على تعاون مع هزب الله ومع الآخرين هذا واضح أما داخليا في لبنان هناك أيضا موضوع واضح تماما الدفاع النظرية الدفاعية والحوار الوطني حول هذا الموضوع والحل لهذا الموضوع بهدوء بدون أي أضرار للاستقرار في البلد للمرحلة القادمة أي استراتيجية دفاعية ليس استعجال في هذا الموضوع لأن الاستعجال في هذا الموضوع هذا من عناصر لزعزعة الأوضاع فعظون أن السياسيين هم حتى من كل الأطراف يفهمون ذلك جيدا ساعة السفير أي استراتيجية دفاعية اليوم يمكن أنه يقدر يتوفق عليها بلبنان يعني سلاح حزب الله كلهم يقالبون الآن المنطقة كلها في حالة الطوارع وهناك نزاعات في عدة دول فحتى الإيجاد الحلول أو تنقية الأجواء في المنطقة صعب جدا أن نتحدث حول الأمور التويلة الأمد للإتفاقات الاستراتيجية طويلة الأمد في هذا المجال الحصاص جدا وهو المجال العسكري الأمني فما هو الموجود الآن في لبنان هذا مناسب للمرحلة الحالية فهناك الجيش وعنده دور الأساسي فهناك المقاومة لديها هذا ممكن نتحدث طويلا لديها التاريخ وهكذا نحن في هذا الأوضاع أي حكومة ستتعايش معهد الواضح حتى هناك المخاطر الحرب هذا يجب أن نأخذ في الاعتبار من الطرف الذي أو من القوى الذي يعتبر شيء صامد في واجه في واجه الحرب وفي واجه توسع الإسرائيلي أو هجوم الإسرائيلي ساعة السفيل ليش اليوم لحظنا لبنان لأنه هلأ نحكي باستراتيجية دفاعية لبنان كان فيه اتفاق التعاون عسكري مطروحة للتوقيع بين لبنان وبان روسيا ليش ما صار في توقيع ليش وزير الدفاع لم يذهب إلى روسيا شو بلغ ليش ما في توقيع لهذه الاتفاقية اللي بتنص كمان على أول شي تبادل المعلومات دعم الجيش وحماية الأجواء اللبنانية هل لبنان يرفض دعوة روسيا أو مساعدة روسيا في حماية الأجواء نحنا نحن نريد تطوير التعاون مع لبنان ونريد توقيع الاتفاق هناك اتفاقية موجودة عسكرية الفنية نحن نريد كمان نضيف اتفاقية تانية التعاون العسكري ونضيف طبعا نريد الاتفاقات حول الأقود وتوريد الأسلحة ولكن حتى الآن هناك التجري تفاوت ولكن بدون الحكومة الجديدة صعب جدا نتحدث حول النتائج كان في قد يكون فرصة قبل نهاية الولايات قبل الانتخابات ولكن لم يستطيع نحن نتمنى أن يكون للمرحلة القادمة استعناف كل هذا لحتى الوصول إلى هذا شيء الثاني شيء الثاني نحن لن نتصور أن يكون هناك اختكار لطرف في لبنان وهذا ليس لمصلحة لبنان والشعب اللبناني وإلى خيرية هناك الأطراف الإقليمية معانية جدا بالأوضاع في لبنان وهناك الأطراف الدولية بما في ذلك الأمريكا وفرنسا والحط الفاتيكان وروسيا أيضا معانيين وفي المجال العسكري هناك التقليد وهناك المسعدات الأمريكية تأتي ونحن لا نفكر في موضوع أنه نتعاون مع لبنان على حساب المسعدات الأمريكية هناك نحن ننفذ المهمة كبرى في سوريا وهذا يساعد لبنان بما في ذلك طيب خليل المرحلة القادمة هناك يكون فرص لتطوير هذا التعاون ساعة السفير هل تعولون اليوم بلبنان هل تقول بدها تكون الحكومة مثل الحكومة السابقة يعني كان فيه كمان بالجو السياسي تبع المرحلة الماضية كان فيه جو كمان معارضة كيف تتعاطون مع المعارضة البرلمانية الموجودة اليوم يلي بمثلة كمان أحد أوجهها حزب الكتائب صح أنه لبنان بلد ديمقراطي ف المعارضة شيء ضروري الآن صح أنه تم التشكيل بهذا الشكل على حكومة السابقة وإذا كان نفسه تقريبا قريب التشكيل القريب للحكومة السابقة حكومة جديدة فللمعارضة يكون هناك دور أنا أعزون دور بالناء ونحن نقدر المواقف النقد لما يحدث لأنه الجميع يعترفون وهي الحالة أظن أظن حالة يجب يكون مفهومة للجميع الناس يعترف والسياسيون يعترفون أن هناك الفساد هناك الجمود في الاقتصاد هناك النواقص هناك المشاكل يجب يجاد حلها المين الموجود في الحكومة عندهم عندهم مواقف حتى في الحكومة هناك الخلافات لكن أظن أنه من خارج الحكومة لديهم المهمة خاصة مميزة للإشارة إلى النواقص انطلاقا من الموقف الموضوعي واقعي وبعيد عن أي اعتبارات التي قد تسيطر على الموجودين داخل السلطة ساعة السفير قبل ننهي حديثنا أريد أسألك بعض سؤال العلاقات الروسية الأمريكية لقاء بوتين ترامب صار موضوع على الأجندة ما نحط له موعد ولكن صار في تفاهمات سيلت أو اثنين قريبا أو ما العلاقات الروسية الأمريكية في حال صي وليس بسبب موقف روسي بل بسبب الموقف الأمريكي الذي جمد تعاون بيننا في أواخر ولاية أوباما وحد في غزل أمريكي الروسية في غزل أمريكي الروسية في شو ترامب يعني أنا يعطي إشارات جدي هاي الجملة الأولى كانت عندي لتحضير للجملة الثانية أنا فقط أريد أن أؤكد أنه هاي حالة صي وعدم الثيقة والمناخ غير إيجابي على الإطلاق وهذا على أساس مواقف الكونغرس ومواقف وسائل الإعلام الأمريكي والغربية إجمالا والأوساط الحاكمة إجمالا شيء الثاني أنه ترامب عنده مواقف في بعض الأحيان فريدة من نوعها وهو يحاول أن يمارس نهج خاص لإله فلذلك هو الوحيد عمليا الذي من الآخر يقول كلام إيجابي تجاه الفرص لتعاون مع روسية بهذه الحالة فنحن نحن جاهزين كما قال رئيس بوتين فعندما يكون جاهز الضرف الأمريكي للقاء ترامب مع بوتين فنحن جاهزين منذ الأول فلذلك بالنسبة لنا ما فيش مشكلة على الإطلاق للمناقشة مع ترامب أوصع الأجندة والمشاكل هناك كلها في أمريكا داخليا الخلفات والآخرية وشيء الثاني إذا تم الاتفاق مع ترامب فمش ما فيش ضماني أن ما يكون هناك الضغطات والتغيير العدم تمسك بهذه الاتفاقات ولكن الحالة مش مشجعة لدرجة أنه فقط مجرد اللقاء والحديث مع ترامب هذا في كل الأحوال مفيد ساعة السفير المونديال نهار الخميس أول مباراة بين الروس والسعودية هذه المباراة هل العلاقات الروسية السعودية هل هي رياضية على الملعب ولكن بالسياسة هل تقلصت التبايونات خاصة بشأن سوريا يعني ولي العهد سيكون محادثات مع بوتين أظن أنه لقد مرت فترة ولدينا لدينا الحوار الحوار البناء مع السعوديين حول كل أو حول أجندة واسعة بما في ذلك حول الأوضاع في شرق أو في سوريا بتعديد يعني كانت تابعون النقطة الرئيسية كانت حول مصير الأسد لا نحن لا نناقش هذا الموضوع مع أحد لكن شو بدء أنا نحن لا نناقش هذا الموضوع لكن نحن مع السعوديين نحن نناقش الموضوع أنه ضرورة إجاد الحل السياسي في سوريا ووقف والمخرج من هذا النزاع الشيء الثاني أنه هناك لديه موقف من بشار الأسد ونظامه وقيادته وإلى آخره ولدينا موقف آخر لكن نحن لا نناقش مع الآخرين هذا الموضوع لكن شو اليوم بدأت تكون أجندة اللقاء بين بوتين وولي العهد الأجندة واشعة كل القضايا في أو مشاكل في الشرق الأوسط كل النزاعات ونحن نناقشها الشيء الثاني تعاون الاقتصادي لدينا يتطور سريعا والتعاون العسكري أيضا وتنسيق في مجال النفط أيضا مطروح فهذا أجندة بناء أجندة بناء رئيس الحكومة الرئيس المكلف سعد الحرير سيكون يحضر هذا الاحتفال عظيم هل سيكون عنده لقاء مع الرئيس بوتين أنا أتمنى ذلك ومنشوف هذا سيتضح أنا أتمنى ذلك وأعزون أنه سيكون لوحز لوحز بالأداء الروسي في يعني خاصة أنه تم الإعلان على زيارة ولي العهد السعودي وتم تحديد موعد للقاءات بينما مثل الفطور مع رئيس المكلف سعد الحرير لا العلاقات اللبنانية الوسية بالعكس أنه الأولاقة مستمرة ونعتبر أنه هذه الأولاقة دائمة أصبح تقليدية ودية الحضور لهذه المباراة هذا شيء من رموز العلاقة الودي أما بنسبة للمضمون السياسي إذا كان فأنا ما أستطيع أن أتحدث حول الأجندة للرئيس لكن أتمنى أن يكون هناك الأشياء ومنشوف إلى أي مدى هناك انطباع أو ترددت معلومات عن وجود استياء روسي من السياسة اللبنانية خاصة بعدة محطات مننا هل فعلا هناك استياء روسي عفونا ما هي سياسة من هذه الخلافات إذا بدنا نقول هذا الاتفاق التعاون من هذه النقاط مثل ما قلت أنه لديه الأهمية ولكن لا يجب علينا أن نبالغ في أهمية لهذا الشيء لأنه ما هو الموجود الآن قائم في لبنان هذا مقبول نحن نريد تطوير التعاون العسكري الفني للمدة طويلة فلذلك هذا بطيء أو نريد شوية استعجال قد يكون ولكن هذا لا يحدد طبيعة العلاقة هذا ليست الموضوع طارئ بنسبة لإلنا هذا هو أما نفس الشيء يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الحص يعني لدينا بكرة بإعادة الأعمار بسوريا لدينا أثمان لدينا بكرة الملف النفطي بين لبنان بلبنان ويلي روسيا كمان داخل فيه كل هذا نقول أنه هذا بكرة أو قد يكون بعد بكرة لأنه بكل هذه المواضيع التي الأعمار أو استثمار البترول والغاز هذا ما فيش الموعيد المحدد بالزبط فهناك العوام العديدة تضغط على الموضوع بصير استعجال أو بصير بالعكس تأجيل هل هنا نقاط بهذا هل في ضغط أمريكي هل في ضغط أمريكي لتأخير الاستثمارات في الملف المفطي أو بالنسبة لإعادة أعمار سوريا أنا شايف الآن هذا الوساط الأمريكي هذا محاولة أخرى لتحريك للأمام طبعا أخذ في الاعتبار بدرجة أولى مصالح إسرائيلية هذا واضح أنا شخصيا شايف أنه ما فيش كتير الفرص لتنفيذ هذا المشروع أو أفكار الأمريكية لكن أنا ما بعرفها بالزبط أنا شايف أنه الموقف اللبناني بسلسة رؤساء ومبدئي دفاعا عن الحقوق السيادية اللبنانية هذا يبدو أنه هذا الموقف شيء أما الأفكار يبدو لحل وسط لتقسيم المنطقة متنازعة هذا شيء آخر لذلك أنا لا أشعر كتير الفرص ولكن يجب أن نرى بالزبط ماذا هو المقصود في ذلك عما إعادة العمار هذا أيضا هناك منصة يشارك غير مبين فهناك الضرورة لإجراء الخطوات الأولية في ترميم المرافق ليس موضوع إعادة العمار كأنه اليوم كل المجتمع الدولي يجي إلى سوريا هذا وهم لكن تطبيع الأوضاع يسمح اهتمام زيادة اهتمام الشركات والأطراف إذا كان تهيير للموقف السياسي للغرب سيكون أفضل سعادة السفير الروسي أليكسندر رزاسيب كين بدي أشكرك على هذه الحلقة وجد استمتعنا بحديثك الشيق كلمتنا الأخيرة اليوم نستعد للمونديال أكيد بك تشجع أي منتخب أنا كنت من مشجعين في القرن العشرين في خمسينات وستينات بس اليوم أنا أتمنى نهود للمشاعر الوطنية لجميع المشجعين ستشعر ستشعر المونديال الروح الرياضية علّه تتمدد سلاماً وانفتاحاً إلى المحاور السياسية الساحنة في مناطق عدة من العالم السفير الروسي أليكسندر زاسيبكين أهلا وسلا فيك وبهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من منشاة المساء بجدد شكري لسعادة السفير وأيضاً أشكر فريق العمل الزميلة كارول كرام والمخرج بيير جامو دعاء حمسي فرح كانت معكم من وراء المايكروفون شكراً للمتابعة